بسم الله الرحمن الرحيم وحمداً وصلاةً وسلاماً فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أصحاب الفخامة والمعالي السيدات والسادة أنه لشرف لي كبير أن أتوجه بخالص آيات الشكر والامتنان لأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على حرسي الشخصي على تنظيم هذا المنتدى بالرغم من الظرف الاستثنائي بالرغم من هذا الظرف الوبائي الدقيقي الذي يعيشه العالم بأسرة وعلى جهوده المتميزة والمضمئة والمستمرة من أجل تعزيز جؤسور التواصل وتوسيع مساحة التفاهم واللقاء بين الدول الإفريقية وشركائها الاستراتيجيين لتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات بهدف خير شعوب القارة كلها كما أتوجه بأصدق عبارات الشكر إلى السيد موسى محمد فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على دوره المحوري والهم في دعم المبادرات الرامية إلى توتيد العلاقات بين الأشقاء الأفارقة ترعقد هذه النسخة الثانية من هذا المنتدى في ظرف دولي خاص وفي ظل تحديات غير مسبوقة تواجه البشرية جمعا نتيجة تواصل انتشار جائحة كورونا التي حتمت استنباط مقاربات ورؤى تساعد على تجاوز آثارها وتأثيراتها العميقة وقد بادرت تونس منذ ظهور هذه الجائحة إلى دعوة المجتمع الدولي إلى اعتماد مقاربة تشاركية ومتضامنة للتعاطي الفاعل مع هذه الجائحة التي لم تستثني أحدا وتم التأكيد على توسيع مفهوم الأمن الدولي الشامل وتمت المنادات إلى ضرورة استنباط آليات جديدة للتصدي للتهديدات والتحديات الدولية المستجدة بل للتحديات التي تواشهها الإنسانية جمعا ولقد كللت هذه المساعي باعتماد مجلس الأمن الدولي في أول شهر جويلية من السنة المنقضية القرار رقم أثنين وثلاثين وخمسمائة وألفين الذي رسخ الوعي الجمعي بدقة الظرف العالمي وتمت دعوة المجتمع الدولي إلى تبني هدنة إنسانية وتمكين كل الدول من آلية ضرورية للتعامل الناجع والسريع لوقف الأعمال القتالية والنزاعات المسلحة لفسح المجال أمام الشعوب في مختلف مناطق النزاع للحصول على المساعدات من إغاثة وأدوية ولقاحات ولم تتردد تونس على الرغم من الظرف الاقتصادي فالتفاعل الإيجابي مع مختلف المبادرات التي تهدف إلى التصدي لهذه الجائحة وساهمت في هذا الإطار في مبادرة أخي فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة بإطلاق منصة اللوازم الطبية الإفريقية للدعم المالي لمجهودات صندوق الاتحاد الإفريقي المخصص لمواجهة هذه الجائحة وبهذه المناسبة لم تردد تونس في التأكيد على البعد الإفريقي المحوري الذي ستظل متشبثة به في سياساتها الخارجية وملتزمة بالمشاركة الفاعلة في مبادرات تعزيز الاندماج وتوتيد التعاون الاقتصادي البيني بين أفريقيا بين دول الأفريقية وتوظيف ما تزخر به قارتنا من إمكانيات وتاقات عظيمة وكبيرة وتكريس قيم التضامن والتآزر ووحدة المصير وتطوير العمل الإفريقي المشترك أصحاب الفخامة والمعالي السيدات والسادة تستعد تونس لاحتضان حدثين بارزين هما القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية في شعر نوفمبر من السنة الجارية تحت شعار التواصل في إطار التنوع الرقمي كمحرك للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني كما تستعد أيضا لاحتضان الدورة الثامنة لمؤتمر توكيو الدولي للتنمية الإفريقية تيكاب ثمانية خلال سنة 222 و2000 ويترح احتضان هذين الحدثين تحديات جديدة لتونس وليفريقيا ويمثل هذان الموعدان البارزان بالنظر إلى حجم انتظارات شعوبنا وتطلع تونس إلى مشارقة افريقية واسعة وعلى أعلى مستوى في القمتين فرصة لترحي مقاربات جديدة للمشاكل التي يعيشها العالم اليوم وكلنا أمل بأن تشكل هذه الاستحقاقات وهذه المواعيد منصات منصات مهمة لإعادة التركيز على احتياجات قارتنا الأفريقية وحشد الدعم الدولي لها على المستوى الثنائي وعلى الصعيد المتعدد الأطراف وإطاراً وإطاراً متشدداً لمد جسور اللقاء والتواصل ولبلورة المبادرات والآليات والاتخاذ القرارات الكفيرة بتحقيق التنمية العادلة والمستمرة وتثبيت مقومات الأمن والاستقرار لكافة شعوب القارة الأفريقية بل ولكل شعوب العالم أصحاب الفخامة والمعالي السيدات والسادة لا يمكن في الختام أن تشديد الإعراب عن ارتياح تونس للحركة الإيجابية التي تشهدها علاقات التعاون بين الدول الإفريقية وتغريبها لمنطق الحوار كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية والسلام في قارتنا ولبناء مجتمعات إفريقية متوازنة وآمنة ومستقرة وأننا نتطلع معكم إلى أن يتواصل هذا الحوار وهذا التمشي وأن يتواصل هذا المنتدى إلى نتائج وتوسيات تجسد ما يحدون جميعاً من عزم صادق ورغبة راسخة ثابتة في تعزيز العلاقات بين دولنا وإرساء شراكات دائمة ومتينة ترسل إلى شعوبنا رسالة أمل جديدة لتحقيق ما تصب إليه من تطلعات مشروعة في الأمن وفي السلم وفي النماء وشكراً لكم على حسن الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته